السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا اصدقائي في فيديو جديد موضوع فيديو النهاردة هو حل مشكلة كل ما تفتح عشان تثبت التطبيق بيظهر لك ان هذا التطبيق ليس مسبتا في حل ان شاء الله بيثبت معنا حل بسيط عن طريق عدد من الخطوات باذن الله لو طبقت الخطوات دي تأكد ان التطبيق هيتم تثبيته على الهاتف الخاص بيك وهتتحل المشكلة تعالوا مباشرة نروح لاول خطوة بنروح للاعدادات يا اصدقائي ومنها بنروح للتطبيقات تمام واحيانا بيفتح لك هنا ادارة التطبيقات بتضغط عليها بتختلف من هاتف الاخر وبنبحث عن كلمة متجر جوجل بلي تمام هذا التطبيق متجر جوجل بلي نضغط عليه وبعدين يا اصدقائي بنغلق الانترنت عن الهاتف تمام دي الخطوة الاولى الخطوة التانية بنضغط على ايقاف اجبار تكون عندك في الاسفل او في الاعلى تمام بعد كده بيكون عندنا كلمة مكان التخزين بنضغط عليها وبنضغط على مسح البيانات تمام وبنضغط على موافق وبكده بنكون انتهينا اصدقائي من اول خطوة معنا بعد كده بنروح للخطوة التانية وهي اننا بنفتح الملفات الخاصة بالهاتف ونشوف اذا في ملف خاص بالتطبيق اللي احنا عايزين نسبته بنحذفه انا عايز اسبت فيسبوك لايت فهنا عندي اهوة ملف خاص بالفيسبوك لايت ها احذفه من الهاتف تمام دي الخطوة التانية بنروح الخطوة التالتة واننا بنبحث في الهاتف عن اي تطبيق مسبت سابقا بنفس التطبيق اللي احنا عايزين نسبته ممكن يكون فيه نسخة على الهاتف وانت مش واخد بالك منها يعني هنا انا عايز اسبت فيسبوك لايت وهو اساسا عندي على الهاتف لذلك انا بحذف النسخة اللي على الهاتف تمام تم الغاء التثبيت بعد كده بروح للتطبيق اللي انا عايز اسبته بضغط عليه علشان نسبته هل تريد تثبيت هذا التطبيق نضغط على تثبيت ان شاء الله بتثبت معنا تم تثبيت التطبيق والطريقة نجحت معنا يا اصدقائي يا رب يكون الشرح افادكم